مشاهدين هنسي بحضراتكم دلوقتي مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع مينة تفضل يمين شكرا ليكي باسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة تحت شعار المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود كما أكد رئيس السيسي أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه وكونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في مصر بالنسبة تتجاوز 98% قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجوما بطائرات مسيرة شأنه حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بن يمينة جنوب حيفا أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين بجروح بالغة من جانبه أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 67 جنديا جراء انفجار المسيرة جنوب حيفا من بينهم أربعة مصابين على الأقل جروحهم خطيرة كما أوضحت مصادر الإسرائيلية أن المسيرة انفجرت في معذكر تدريب للجيش الإسرائيلي من دون سماع صافرات الإنذار وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتها العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد 22 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط القطاع وفي غرب مدينة غزة استشهد خمسة أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ بعدما استهدفوا عفوا بمسايرة إسرائيلية أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت وحداتها العسكرية المنتشرة على خط الحدود مع الجنوب في حالة تأهب قصوى لإطلاق النار وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن أوامر صدرت لثمانية ألوية مدفعية مسلحة بالكامل بأن تكون على أهبة الاستعداد لإطلاق النار وكذلك لوحدات عسكرية أخرى بتكثيف المراقبة بينما تم تعزيز نقاط المراقبة الجوية في العاصمة بيونج يونج أطلقت الصين مناورات عسكرية تهدف إلى تطويق تايوان من خلال نشر طائرات وسفن حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الصينية وقالت بكين أن الهدف من المناورات التي أطلق عليها اسم السيف المشترك هو اختبار القدرات العملياتية المشتركة للقوات من جانبها أعلنت تايوان أنها نشرت القوات المناسبة ردا على إطلاق الصين المناورات العسكرية ورياضيا وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى موريتانيا لمواجهتها في السابع مساء غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ويكفي الفراعين التعادل بأي نتيجة في هذه المباراة لضمان التأهل إلى كأس الأمم 20-25 التي تقام بالمغرب نهاية مجزة ثامنة وعودة الاستكمال باقي في فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل